اهلا و سلام بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن احمد ابو مسلم ازاك ابو مسلم ازاك اسلام عمري ازاك صحيح وحيشني ربنا خليه كنت كمان كله زال فول الحمد لله الحمد لله ولما مبروك طبعا على فوز النادي الاهلي مبارح وتأهله عايز اعرف رؤيتك لهذه المباراة وهذا التأهل اكيد طبعا بقول مبروك لجمهير النادي الاهلي كلها مجلس دارة النادي الاهلي لعيبت النادي الاهلي وجاز الفني اكيد المبارح كان صعب جدا بتكلم عن رجاء مش سهل يعني لا طبعا مسهل انت بتلعب فرقة اسلام فرقة وفرقة عندها تلعبت ماتشات من دي كتير اه طبعا انت بتلعب بتكلم على فرقة كبيرة احراز البطولة قبل كده لها باع كبير في البطولة الافراقية فسيبك من فرعة اللي هي البلونة اللي بيتكلمه فيها لولك فرقة ضعيفة فرقة مستوى أقل اللي بتكلم كده هو فين أصلا من الصحة الأفراقية فانت بتكلم في موضوع مختلف انت بتكلم اللي هو بيحاول يقلل نجاحك او بيحاول تفاوقك موجود في أفراقيا انت بتلعب مبارح فرقة مميزة جدا التراجع فرقة مميزة عندها تنظيم بشكل كويس جدا عندها عناصر مميزة انت بتكلم من النادي الاهلي مبارح حفظ كل كبيرة زويرة في الملعب انت بتكلم من الرجل مرسوله كولر النهار مبارح غير قبل كده بتكلم خلاص البيترول الأفراقية خد خبرات انت بتكلم من كلم كولر قبل كده في أفراقيا كان الجيم بيعاب مفتوح شوي يعني بيسيناريو اللقاء ما بيش مش شايف الأجواء اللي هناك والوقت امتى هقدر أقفل ازاي بلعب تلاتة ونصف ملعب اللي أنا مردود لأنا خدته خلاص هقدر أخده الموضوع مختلف دي مبارح شفنا حتى التغييرات اللي كانت موجودة حتى موجودة نفس اللعيبة اللي موجودة بتنزل تعمل نفس المهام مركز بمركز أنا بتكلم كمان هو عامل ميزة برضا كإسلام الفترة ديت اللي عامل روتيشا بشكل مميز جدا موجود انت عندك الناد الأهلي بيملك دلوقتي أحسن سكوات موجود في مصر بتتكلم لجلنا نتكلم على البكريت عندك هاني الناس اللي كانت موجودة علي معلول أو أشرف بتتكلم على أسر إبراهيم تحت أو متولي أو محمد عبد المنعم لعيبة كلها ميزة بتتكلم على خط النص برامي أكوى خط النص برامي ربيعة طبعا بتتكلم في خط النص أكوى خط النص موجود في مصر بتتكلم حد عنده مروان عطية أو بتكلم على السلية أو حمد فتحي أو ديانج قال لي ديانج بتتكلم على الهفات حتى اللي عندك هتلعب مين ولا مين حسين الشحات ولا طهر محمد طاهر أو برستاو أو عندك الناحة الثانية بتتكلم على أحمد عبدالقادر فبتتكلم على راس حاربة شريف ولا كهرباء فانت عندك بردك الراجل وصل لعيبة كلها في الطف فورم فانت عندك مبارح اللعيبة اللي بتدعب أنا شايف مبارح من ضن المميزات الموجودة لأنت عندك امتلاك نص الملعب أنا المطش بتاعي مبارح أنا مش عايز أخد أداء أنا عايز أحقق التارجد بتاعي وامش أنا إفرض عملت أداء من غير ما أخد التارجد بتاعي يبقى أنا استفدت إيه طلعت من البطول خلاص احنا بنتكلم دلوقتي الأندية الكبيرة أو الفرقة الكبيرة أو المدرين الفنين الكبار عايز أخد الموضوع بتاعي أخد اللي أنا عايزه من التارجد بتاعي وابتدأ بتكلم على الله بس هو ده المطش نادل أهل مبارح كان مميز آه في الشقة الدفاع كان مميز جدا عامل زون بشكل مميز المسافات كلها رايبة عندنا ما شاء الله مبارح البكريت محمد هاني وعالم علول من أكتر الناس مبارح كان بتدفع بشكل مميز جدا بالذات انت بتتكلم إسلام عندك البكين دول أو شمال أفريقيا الجزائر أو المغرب أو الفرقة دي كلها بتلعب الكورات العرضية بشكل كبير جدا حتى العيبة اللي عندك في الدور الممتقة حتى السابتة ما أنا بكللك استراكات والهجمات اللي انت شايفين محمد هاني مبارح وعالم علول وقفلين بشكل مميز جدا يعني هم مبارح استهلكوا حتى الرجل عمل روتيشن وغير نزل محمد أشرف لعيب مميز بتتكلم على خالد بردك لعيب مميز فأنا شايف مبارح النادل أهلي مجمل خدنا اللي احنا عايزينه النادل أهلي مبارح كان مؤثر النادل أهلي مبارح كان فترة من الفترات اللي تظلم مبارح اللي كان فيه ضرب الجزاء النادل أهلي مليون في المياه واضحة كانت خلصت المطشي من بداية طبعا انت تتكلم اللي انت اللي انت مبارح كنت متكتف نوعا ما يعني انت لو الهدف ده أحرص كان موضوع اختلف بشكل كبير جدا معك في سيناريو المطشي على الرغم بمناسبة ان انت فتحت في هذا الامر لكن على رغم من انا بشوف ان الحاكم كان مميز جدا كان مميز بس هو طبيعي عدم احتسابه راكلة الجزاء فقط يعني طبيعي وخلي بالك اسلام كان نتكلم برضك على الحاجة بنتكلم فيه مهم جدا هو احنا عالين نعيد كور مش مؤثرة خالص للنادل رجاء ما احتراننا نادل رجاء فرقة كبيرة بس طبيعي طبعا الثقافة عنده مختلفة هو دلاتي مش عايز يتضرب الجزاء عشان هو شايفة لها ضرب الجزاء فبنتكلم في المجمل يتضرب الجزاء واضحة من بعيد يا مسلم يعني وانت ماشي كده شايف ان هو اذا شو انت ماشي ده انت عاد في البيت احنا عادين في البيت شايف هنا يعني طبيعي انت مبارح الحمد لله يعني مكسب كويس خطوة الهدف او بطولة محببة للنادل الاهلي وجمهير النادل الاهلي فان شاء الله المطش اللي جاي اللي احنا عندنا المواجهة الجاية في مثل هذه المباريات وانا الحقيقة مثلا كنت شفت بعض الاقاويل اللي بتتكلم على على انه النادل الاهلي كان ممكن يهاجم اكتر من كده انت لعبته من مباريات زي دي كتير انا لعبته من مباريات زي دي كتير شفنا ان مثل هذه المباريات يعني تكسب ولا تلعب بس معشان كده اول كلام قلت حضرتك ايه قلتلك المطش لازم الاول اخده طرجة لانا عايزه انا مفيش مشكلة افرد عملته ده مميز وما قدرتش اخد لانا عايزه اني حالهجومية خلي بالك احنا النادل الاهلي مبارح كان مميز ان نتكلم فيها انت بتتكلم على على بريستاو عمل شغل كويس جدا بتتكلم على ناحية تانية على حسين الشاحات بالشغال مرائح مطش هايل من الدين الموجودة بكلمك على نقطة برضه خلي بالك اسلام على كهربا كهربا مبارح ناس كلها شفاء نوعا ما ما زهرش بس هو الشقة الدفاعي عامله هايل اللي هو بتنزل بعد الكرة بعد نص ملعب تقدر تعافل نص ملعب عنده صراعات بوجه الهجمة يعني خلي بالك فيه رصة حربة اسكية شوية كهربا من النوع دوت يعني كهربا حتى بوجه لما كنا عارف البقرية مميز فممكن يقفل على البقرة عشان نلعب لحة الشمال عشان نريد بتري الشغل فالناس ده كله فكري موجود الراجل المبارح شغل وإحنا الناد الأهلي شغل المبارح شغلي تكتك في الملعب انا شايف مبارح كولر من العلامة كاملة مبارح ولقابت الناد الأهلي ترابط مبارح بشكل كويس جدا الخطوط متقاربة عندك الهجمة المرتدة بعملها بشكل كويس جدا عندك الاهداف حتى المؤثرة اللي هما كانت بيبتري الشغل عليها ما شفناش خطورة مبارح الرجاء تتلعب الرجاء نادي كبير في ملعبه وما أدرأ الرجاء يعني وأي فريق لو رعب الرجاء هناك هيتغل هنتكلم بالأجواء دي والجمهيرية والجمهيرية طبعا والناس اللي موجودة كلها أرض الملعب مختلفة فلا مبارح الناد الأهلي أداء مميز ولا أروع من بارح يعني إيه المطلوب مرة تانية من لعبة الناد الأهلي في مثل هذه أو من اللعيبة اللي بتلعب في مثل هذه المباريات لا هو المطلوب أكيد خبرات من الناد الأهلي أو شخصية لعبة الناد الأهلي كبيرة واضحة أنت بتتكلم لعبة كبيرة أنت بتتكلم على الشناوي لعب لعب خبرات مع الناد الأهلي بشكل كبير جدا بتتكلم على رامر ربيع أو يسر إبراهيم بتتكلم على علم علول لعبة دي كلها عندها خبرات فبتقدر في اللقاءات المؤسرة بتقدر توقف بشكل كويس بتقدر توجيه بشكل كويس في حاجات تعرفة في الملعب ممكن أقول للمدير الفاني يقول لي حاجة أنا السمين اللي جان بيقول لا الفترة دي احنا مضغطين ممكن توقف شوية فأنا شايف خبرات أو شخصية ناد الأهل وهوية ناد الأهل المبارح مؤسرة باينة الروح البطل الإسلام وقفة انت تتكلم في الملعب واقف في الملعب ما عندكش مشكلة في بعض المباريات دايما نحن وإحنا قاعدين كرعيبة كرة وشوفنا مثل هذه الأمور بل كده أنا كنت قاعد متطمن مبارح يعني إيه؟ يعني أنا في أحد الأصدقاء طالع علي إسلام هنعمل إيه وبتاعة دا إحنا مضغطين وبتاعة أنا كنت قاعد متطمن كنت حاسس أننا نحن وقفين في الملعب صح وقفين على رجلنا صح فيش حد تعباد ما فيش حد بينهج فيش حد يعني رجلي مش وقفة كويس في الملعب من أول كهرابا لغاية الشناوي دا كان إحساسي كان إحساسك إيه؟ ما هو دا أنا أقول لحضركي هو دا نفس الإحساس يا إسلام أنت بتتكلم مبارح لا أنت مكنتش ألآن مبارح حتى لو دخل فينا جون أنت عرف حتى لو دخل فينا جون أنا مكنتش ألآن مش ألآن خالص تخلي بالك مبارح أو شخصية ناد الأهلي أو الروح الموجودة عند اللعب مبارح إحنا مشوفناش حتى كرة مشتركة الناد الأهلي هو الأقوى هو اللي بيأخذ الكرة السكن دور هي وهو اللي بيأخذها فإحنا ما عندناش مشكلة إحنا حتى متسايدين للقاء بس زي ما كنت نتكلم اللي أنت مش عايز تفتح خطاك أقوى من كده أنت بردك الملعب والحسية الملعب مش عايز تفتح لقاء بشكل كبير عشان أنت خط المضمون اللي أنت عايزه فأنا شايف مبارح الناد الأهلي قدى بأداء مميز جدا شايف عبد المنعم كان بردك شغال بشغلك مميز جدا أنا شايف مروانة عطية وخلي بالك يا إسلام بردك لعيب رقم واحد موجود في الناد الأهلي اللقتي لعيب رجل مقتنع بيه بشكل كبير جدا لعيب من نوعية محمد شاوي اللي بنتكلم عليه وحسن ما كان موجود أو هادي خشبة واخد كوكتيل من اللعبة دي كلها مؤثر مبارح بشكل كبير جدا ما عندكش خطورة يعني عندك ثقة رجل واقف في نص الملعب لا ثقة موجودة في أداء لعبة الناد الأهلي مبارح هل بتعتبر أن خلاص اللعبة فهمت كولر وكولر فهم اللعبة؟ بشكل كبير بشكل كبير خلي بالك حتى لما أنت بشوف التغييرات حتى اللعبة اللي بتنزل اللي بتنزل ما عندهمش مشكلة هم خلاص عرفوا تعلمات ايه زي أول موسم أول موسم كان فيه اختلافات شوية تجي تنزل لمسلا هلعب هنا هلعب هنا هلعب هنا خلاص هي الكيميا اشتغلت والراجل اكترى زي ما وإحنا قلنا في أول اللقاء اللي هو الخبرات الأفريقية بتاريكت تسببها بشكل كبير فسهلت له الموضوع بشكل مميز جدا فعشان كده الناد الأهلي بترايبين شكل بتاعه مؤثر أنا عايز أتكلم بارك على نقطة برضك إسلام زي حنا نتكلم أنت بتتكلم على كهرباء بارح كهرباء من أكتر لعبة مميزة في الناد الأهلي فترة الفاتت أوصل للتفورم في فترة قياسية ما ينفعش حد يتكلم عليه لا هم عايزين يخب برافو عليك يا دي نقطة يمكن أنا ما تكلمتش فيها ولكن هي نقطة مهمة جدا إن أنا شايف إن العيب ده بيكسب الفرقة دي دلوقتي أخبط أخلص عليه عشان نفسيا يقع وكل حاجة تقع وارجع لنقطة الصفر هو دلوقتي ما أنا بكلمتك أنا وقعك إزاي أنا وقعك إزاي أشوف أعلى واحد مؤثر معاك هو أنا عايزين نتكلم أسلام كهرباء من نوعية مؤمن زكريا اللي هو في جواه 18 مؤمن هتلاقي في كل مؤتشرة كبيرة بيجيب أهداف فكهرباء في الحتة دي التمركز بتعبه بأهائل هو بيجيب أهداف في شكل مؤثر جدا فأنا أشوف الراجل ده جايب قاله سنة ونصف أي حد ما كانه الموضوع بختلف فيقولك لا أقعد شوية وهينزل مثلا يجي له شد الراجل ماشي وصل إلى أعلى مرحلة اللعيب بكياسي في الوقت معاين وده برضو من الأسباب في الابتزاز الرياضي اللي أنا بتكلم عنه إن هم بيحاولوا يبتزوا في موضوع كهرباء إن هو يقعد وإن هو يعمل وهي المشكلة إسلام ننكلم في مصر في الفترة ديت اللي هي نوع اللي هي الكتائب أو الهجوم الإعلامي اللي غير مبرر على العيب نجينا نتكلم عنه إحنا بنتكلم دلوقتي أنا شايف العيب مميز إسلام الشاطر مميز في الفترة دي لا إحنا عايزين نحبطه عشان نوقعه عشان نوقع نفسينا عشان الراجل يبقى مركز طول المطش مركز معنا يوقع فأنا شايف الموضوع ده بيضغط على كهرباء بشكل كبير جد نجينا نتكلم برضك على موضوع كهرباء أنا عايز أقول لحضرك حاجة في نقطة هو أنا اللوائح والقوانين الموجودة أي بطولة بيليها اللوائح وقوانينها عشان نقدر حسبك عليها حقيقي فأنا لأتي بتكلمك هو كهرباء كان الحدث أو المشكلة اللي هو بيتكلم عليها كان في بطولة إيه الفيديو اللي اتعمل يعني تقع الدوري الدوري يبقى حتى لو أنا هوقفك يا كابتن إسلام هوقفك فين الدوري بس يبقى أنا منك جعب الصوبر خلص أنت بتتكلم إزاي الموضوع هو الموضوع وكله مش بلم الشمول والأموم وكل حاجة فيه مفاجآت الفترة اللي جاي أنتظروا أما أنا بس إحنا بقول لك النقطة الصغيرة دي اللي أنا ما أتكلم فيها لو أنت عندك لواح وقوانين أنا توقفت يعني الشناوي حرس المرمى النادي الأهلي لما حصل طرد الأخير بتاع النادي في الدور العام في الدور العام فعلا بنتكلم اللي إحنا برضك منحاول يا جماعة لازم يكون فيه عندنا نواح وقوانين بشكل مميز جدا ما نمشيش وراء اندفاع أو هززين الرؤوس لما بنتكلم اللي بتطلع بالليل هززين الرؤوس عايزين نستفاد من الإسلام الشاطر أو عايزين نستفاد من شخص نوعا ما فنقدر نعمل إيه نقدر نحبط أو أي حاجة أو نقدر نوقعه أو نقدر نعمل حاجة أنا بقول لك احنا الفترة دي زي ما أنا بقول شفنا مصطلحات كثيرة جدا وجديدة جدا ما نسمحاش غير ومرتبطة بناس معينة وناس واحدة الاحتواء وروح البروتوكول منها أنا بقول أن الابتزاز الرياضي ده واضح جدا خلال هذه الفترة لأن نوعية معينة من الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي هي اللي طالعة تتكلف في موضوع الكهرباء وفي موضوع جمهور النادي الأهلي وأن فيه وقيعة بتحصل أو بيحاولوا بيحاولوا اسلام تتكلم على جميل نادي الأهلي نمرة واحد نادي الأهلي نادي الأهلي جمهور نادي الأهلي عمرها في كل الأحداث والموجودة حيث في الأوقات الصعبة بتبقى في ظهر نادي الأهلي غير الأوقات المكسب والفرح فأنت بتتكلم اللي أنت عايز تجيب أو تخش طرف جمهور نادي الأهلي مستحيلة ده المنظومة الوحيدة اللي هي بتشجع بدون مقابل الناس اللي هي حبها لكيان نادي الأهلي فأنا ما ينفعش سكريبت توزع وأدوار أنا زي ما بيقول لك يا أدوار أنا بديلك أنت النهاردة هتهزي راسك كل ما أقول لك حاجة تعملي كده مهما كانت الحاجة لو طلعتلك العشرة جنيه و قلتلك دي خمسة جنيه هتقول لي ماشي ده نوع في نوع آخر أن أنا بيوزع عليكم سكريبت تقولوا وتتكلموا في القنوات بتاعتكم تتكلموا على إن كهرباء وإن ده بيحصل ظلم ومش ظلم وكلام من هذا القبيل والثالثة بقى اللي إحنا متهدين وإحنا على طول متهدين الله ينور عليه وعندك مشاكل كتير ومشاكل كبير جدا والحاجة دلوقتي أنت لازم تتكلم دلوقتي عن حق النادي ودفع حق النادي التدخل النادي حق النادي لا النادي مش طرف خلص في المشكلة المشكلة عقلانية عندك أنت أنت بتتكلم لأ أنت كل شوية مضطر ليه؟ عموما النادي القلي يبدأ ياخد خطوات في هذا الأمر وكانت أولها النهاردة خطوة وحنشوف إلي حيحصل خلال الفترات القادمة عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن كولر كولر الواقعي والوصول إلى قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا أعلن وسهلا بحضراتكم مرء أخرى بمسلم الأهلي خلاص فاز في دور التمانية بمجموعة المباراتين الـ 2-0 وبالتالي صعد إلى الملاقات نادي التراجي التونسي للعب مباراة قوية الحقيقة معه في الجزائر وكسب مع شبابة القبائل في الجزائر الأول وكسب 1-0 ثم العودة وأعتقد تعادل لـ 1-1-1-1-1 بعد حدث الدرامية خلي بالك طبعا أنت بتتكلم الشوت الأولاني كان فيه شغب بين الجماهير وبعد ذلك الشوت تاني اتأخر شوية بتاع 20 ديئة أو 25 ديئة عبالي ما يحصل الشغب دوت وبعد ذلك المبارات بتتكامل أنت بتتكلم على فرقتين مميزين بس بتتكلم على الجماهيرية طبعا التراجي أو الرجاء أو من ذلك كله نرجع للسيناريو الأولاني يا إسلام اللي إحنا بنتكلم لا فرق كبيرة فرق عندها جماهيرية عندها شخصية فده اللي بنتكلم فيه اللي إنت ما تحاولش تقلل من الفرق اللي هي لا طبعا التراجي فرق كبير وزي ما أنت أقول تخلي بالك أنت بتتكلم يا إسلام داتي هو الموسل أو مصدر السعادة الموجود في مصر من دلوقتي نادي الأهلي أنت بتتكلم أنديها فيها ميزانيات كبيرة جدا تتكلم على أنديها في ميزانيات الملايين الملايين مليارات تتكلم على العيب يخلو مثلا 13 و 14 مليون جنيه و 50 مليون جنيه أنا بكلمك مثلا عن نوعية الموجودة بس النهاردة أنت بتشوف أنديها كلها تلاهت بره حتى البطولة اللي هي نتكلم علىها التانية الكونفيدرالية أو أي حاجة تانية ما بتوصلش فأنت بتتكلم على الناجح الوحيد اللي موجود أو في المنظومة اللي هو مؤثر شكل كبير جدا أنا الحاجة باستغرب جدا يا أبو مسلم من هذا الأمر يعني أنا دلوقتي شايف أبو مسلم ناجح وقف معاه عامل مش عايزك توقف معاه ولا تتكلمش ضده أنت خلي بالك أسلام فيه بارك نقطة أنت تتكلم على النادي المغرب أو تونس خلي بالك قبل المجاوية الكبيرة بيأجلوا للفرقة بتاعتني بيعملوا كل حاجة بيحاول يعني زي ما أنت تقول كده بيخدم عليك برغة الكرة أنا بكلم حتى إعلاميا يا أبو مسلم أنت شايفي اليومين دول التخبيط في النادي الأهلي وبيحاولوا يعملوا وقيعة ما بين جمهور النادي الأهلي وبعض الأطراف الأخرى ولكن ده طبعا بعض من لا يشجع النادي الأهلي اللي بيحاول اللي هما بيتجلهم السكريبتات اللي زي فلان وعلان اللي معرفين بالاسم ده أنا هما السكريبتات دي أنا عارفهم يعني هما بالليل بيجوا بيجي لهم البسج بالليل يعني طبعا ما بيعرفوش يعني هما ما بيشجعوش النادي الأهلي وبالتالي بتجي لهم السكريبت تطلع أقول أبو مسلم وحش وخبط في جمهور هو حفظ لازم يختم ليه يجيلوا الرسالة بالليل لازم يختمها تاني يوم الدور بالنفس الكلام حتى لهوش الهوش على كلامه يعني الدنيا مش على المزاجه بس هو بيطلع هو خلاص أنا عملت الدور لتائه أنا ما أتكلمش عن نجاح أتكلم عن نجاحك بتاعك أو عوامل النجاح ليه توصلني للمرحلة عليها صحيح أنت بتتكلم اللي أنا على عايز تفشلنا أنا أنا ناجح فدي كلها عوامل لا ما بت يعني اضربوا عليك من ضمن عوامل النجاح مثلا أو مش مثلا هي الحقيقة أن جمهور النادي الأهلي تبتالي اضرب ما تخلهمش عامل قراهية اللي ما فيش حد يوقف يتضارهم ما فيش حد بيسعيدهم ده كان هناك أخطاء إذا 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 كان هناك أخطاء حصلت ولا حاجة فماشي الأخطاء الأخطاء يعاقب ولكن أنت عندك خمسين ولا اتنين وخمسين ألف متفرج عاملين ما حصلتش مشاكل خلص خلي بالك وكل الأحداث الكراهية إسلامي كبيرة النادي الأهلي الطرف فيها عمرها بيحصل فهم مشاكل صحيح أتمنى عايزو لحرك حاجة مثل بسيط إمباريح التراجي بلعب مع الشبيبة شوفنا الحدث درامية حصل حاجة فالموضوع أنا بتكلم الموضوع مختلف يا جماعة الموضوع مختلف لازم الكرة خلاص إحنا بقلنا فترة بنتكلم كنا بلغة الكرة إحنا وش في كرة إحنا بنتكلم في عك كرة وإداري وتخبط في جميع كل حاجة وتتكلم في التخبط في الكرة المصري أصدر واحد فقط طبعا طبيعي وخلي بالك أولا من إمتى والأحداث اللي بتظهر دي كلها إحنا بقلنا سنين السنين ما كنا بنلعب نعمل بتاعنا عمر ما كان محصل في مشكلة أو يحصل الوقيعة أو يحصل بنجمهير كلها واحدة وفي كأس الأمم كلنا وكان الناس كلها موجودة فبنتكلم اللي هو الشحن المعنوي أو الشحن اللي ملوش أي مكان اللي أنا عايز أحمي الكرسي بتاعي أنا أعمل شحن بقى أعمل مشكلة صحيح فده كله اللي اللي نتكلم بالليل من نفسه من أول أسامة منير يبتلي من ساعة 12 يخلص على ساعة 3 الفجر فالموضوع هو ده بكله إزاي الشيخ حسن كلمة نتكلم والباقي عدي ماشي طبعا خلينا نرجع للنواحي الفانية مرة أخرى وأسأل حتى بشكل عام مباراة التراجي حلوة الشيخ حسن مباراة موال الماكرافون أسلام برد مباراة التراجي تحديدا بشكل عام شايف المباراة دي النادي الأهلي والتراجي هتبع عاملها ازاي سواء في مصر أو في تونس هوا خلي بالك هوا الماتش الأول يوم 13 هاي بقى هناك في تونس وماتش العودة 13 مايو وان شاء الله ماتش العودة هنا بـ 20 ان شاء الله فنتمنى ان شاء الله أكيد ماتش صعب جدا انت بتتكلم فرقة كبيرة التراجي فرقة الماتش الأولاني طبعا الحمد لله الميزة هناك اللي هو هنتلعبه في تونس وانت خلي بالك النادي الأهلي في كل المواجهات مع التراجي الحمد لله حظينا كويس عليهم بنقدر نتشغل بشكل كويس من أهم ما كنا بنلعب حتى من أهم سيد ما كنا بنلعب بناك لما اخدنا البطولة هناك سيد معلم بقى اه ما هو ده مساعة مالعب نعم ساعة 2001 2001 2001 دي اه طبعا فبنتكلم اللي احنا بنعرف من التعامل مع المدرسة ديت المدرسة المميزة العيبة المميزة بس نادل أهلي عنده خبرات أكبر شخصية أكبر فبنتقدر المجاة تبقى مسهلة بذات الشوت التانية يعني احنا بنتكلم على شوتين زي ما احنا بنتكلم من بارح الشوت الأولان هيبقى هناك فان شاء الله نعمل تيجا كويسة وزي ما احنا بنتكلم الراجل ابترى خبرات الأفريقية بقت مميزة عنده جدا ابترى فوقت معين انت بتشوف بيلعب بتلاتة نصف ملعب زي ما كلهم مششغل بيقام من نصف ملعب فوقت معين بيحط قدامهم عشرة أو حسين الشحات فالراجل خلاص في كل مراحل كل الأحداث الموجودة بقى خلاص بقى الموضوع الكيميا بقت عنده سهلة الدنيا بقت عنده سهلة في الفرح فانا شايف ان شاء الله مطش ان شاء الله من المطش الأولاني هناك في تونس يعني بالذات بذات تتكمن البطل والفترة الفاتية الناد الأهلي بعد موضوع ساندون زي كنا عمله الشرارة دي زي ما انت بتتكلم لما يكون حد بيستفزك صحيح لما حد بتري بس انت بتري يشوف انت وضعك يعني وغيك ايه بالزبط وبتري اديك احساس بتلاقي البور عالي عندك الناد الأهلي الفترة فاتت مسامعة بشكل كويس وناد الأهلي طوله عمره في أفريقيا يعني هو رقم واحد فأنا شايف المطش نشو التاني سيبقى في القاهرة ان شاء الله نقدر نعديه يعني ان شاء الله يعني لسه طبعا بدري على لسه عندنا مباراة الزمالك كمان في السوبر المحلي كيف ترى هذه المواجهة في ظل وجود مستر كولر كان مدير فني للنادي الأهلي ومدير فني من كولومبي اعتقد مع نادي الزمالك مدير فني الحقيقة السيفي بتاعه قوي متميز شايف المباراة دي ازاي ولكن هو يمكن بقى له مطشين او ثلاث مطشات فقط مع نادي الزمالك هو بقى له ثلاث مطشات يعني هو مدير فني طبعا كويس بس هو يقدر يعمل يعني كل حاجة ولسه راجل بيكتشف مرحلة اكتشاف شايف كل مطش وبيغير التشكيل بتاعه بيشوف اللعيبة هتقدر تنفذ للشغل اللي هو عايزه أو لا المواجهة صعبة طبعا انت بتتكلم عن نادي الزمالك نادي مميز نادي تاريخ كبير بس اكيد دي بطولة تانية اسلام زي ما انت قلت احنا بنتكلم عن السوبر وللعب تنادي الاهلي او الناس الموجودة في نادي الاهلي كل ده متعطش للبطولات يعني انت بتتكلم على بطولات وبتتكلم سيك بقى المنافس بتاعك انت بتتكلم على على أرقام وبتتشوف في الأرقام العالمية تصل لزي ما تتكلم على نادي كورن والحاجات دي كلها فانت كل شوية بتسعى لانت في موضوع لانت تزود وكل الناس الموجودة بتخدم لمصلحة الكيان فنتمهنا ان شاء الله المطش ده ده نقدر ان شاء الله ناخد بطولة ترجع تاني للبطولات الموجودة معنا في النادي الاهلي يعني طبعا السوبر الحقيقة كانت آخر مباراة للسوبر ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك وفوز النادي الاهلي في هذه المباراة بهدفين مقابل الهدف وتتذكر اتنين واحد برونو سافيو وكريم فؤاد في الدقاءة الأخيرة وكانت مباراة الحقيقة مميزة جدا وكانت اولى المباراة يعني من اوائل المباراة اللي لعبها كولر كانت بداية ممتازة ومميزة الكولر يا ابو مش ما انت خلي بالك الدفع قوي جدا لما كولر بياخد اي مدير فني بياخد الدفع الاولنية او ياخد ثقة جمهور النادي الاهلي الموضوع بمختلف اول مشوار بتاعك ببطولة فدي بتديك باور او بتديك حماس لانت تقدر تكمل المسيرة بشكل كبير جدا فنتمنى انت خلي بالك وفي مدير فني كمان عنده اي مدير فني بيقايم اللي هو عنده الخبراء بتاعته في النهاية خلي بالك في مدير فنيين تانيين النهاية عندها فيها مشكلة ضغوط العصبية والجماهير وكلام ده بيقدر بياخد كارات مختلفة فكولر عنده ثبات بشكل كبير جدا تلعب من بارحه من الناس كتير جدا خدت بطولاتها بشكل كبير عندك اللعيبة عندك الامكانيات عندك كل حاجة فان شاء الله التوفيق يكون حالفنا الفترة اللي جاي مهم جدا السؤال ده لانه كولر لعب بنادي زمالك مباراتين مباراة بطولة مباراة السوبر وفاز ثم المباراة الاولى في الدور الاول في الدوري وفاز هل هيبقى هناك اختلاف في هذه المباراة بالنسبة لتفكير كولر اكيد هبقى في اختلاف طبعا نتخلي بالك ممكن لسه ان شاء الله نشوف اللعبة التي موجودة والتشكيل اللي هيشتغل به غير من عندك اصابة مانا كونياس إبراهيم لو موجود ان شاء الله هكون موجودة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هل هيبقى لكن هنعرف غالبا ان شاء الله ان شاء الله يعني هو التشكيل لم تشايف الراجل هو هيبقى مفيش اختلاف كثير لا حد على التشكيل انا بتكلم هو تفكيره في هذه المباراة يعني هو الراجل دايما كنا بنشوفه قبل المباراة الافريقية الاخيرة بيعتمد على الضغط الهجومي الامامي من قدام دلوقتي يبتدى يوقف في نص الملعب شوية ما دي خبرات اللي بنقولك اللي هو بترى يكتسبها الفترة فهل ممكن نشوف حاجة مختلفة في المباراة اللي جاية طبيعي خلي بالك ما ده من اول كلام اللي أنا قلت معك اللي هو بترى الخبرات بقى يلعب كل جيم لوحده ليه سيناريو معاي انت بتتكلم دي خبرة ودي خبرة طبعا انت خلي بقى أفريقيا الأول مكانش يعرف الأجواء أو الشكل العام انت بتتكلم عمان الجزية أول سنة أفريقيا خدناها 2001 بقى مرجع لرجع تاني والولادة تانية بقى مختلف في التعامل بتاعه مع المنتشات الموجودة بذات كمان انت خلي بالك لازم هيدرس طبعا نوع راجل عارف عارف القوة وعارف تتكلم مع التشكيل أو الخطة اللي يحطها المناسب هلعب هجوم عالي أو هلعب زون نصف ملعب لا أنا شايف الرجل هيبدأ بهجوم عالي خلي بالك انت عندك المفاتيح اللي عندك تقدر تقويق بنصف ملعب بشكل كبير انت عندك الخط الهجومي مميز لما يجي يدرس الزمالك المدير الفني لنادي الزمالك زي ما انت قلت ما بقلوش بتتكلم على يوسف اسامة وتتكلم على الناس اللي موجودة كلها أو المساكل تتكلم على نصف الفرقة صغيرين صغيرين ولكن انت بيدي حيوية ونشار بيدي حيوية بس ما بيديش خبرات انت ممكن الخبرات خلي بالك اللي بيلعب يعني اللي بيلاقي بنهايات كتير اوليه مع النادي الزمالك عارف اللي أول ربع ساعة دي بيبقى فيها السناري هو في ضغط مع جماهير النادي الأهلي تبقى في الظهر وعلى طول موجودة الباور تتلاقي بك النادي الأهلي بتقدر تشغل بشكل كويس اول ربع ساعة فهتلاقي كل اللقاءات المؤثرة النادي الأهلي بيخلاصها من اول وهو ده اللي بيفرق الخبرة عن الحيوية طبيعي انت الشباب والحيوية عايز تجري وكل حاجة بس ممكن نجري بدون نتيجة او بدون وعي فنتكلم على الخبرات اللي بتقدر تستفيد بشكل كويس تاني حاجة عنصر الجماهير هيكون مؤثر الجماهير النادي الأهلي طبعا طبقا قوية جدا واتمنى ان شاء الله اللي هم يكون مليون اللي سادة طبيعي بتاعهم فبيدي باور جامد للعيبة الموجودة على الجانب الاخر بقى احنا بنتكلم هنا او تكلمت عن ان كولر ممكن جدا يغير او ما يغيرش هنشوف ايه اللي حيحصل لكن وسيريو مش مطالب منه مش مطالب طبعا الرجل لسه جاي بس ده بيقلل من علي الدغط طيب يا بمسلم ما هو يعني مش مطالب يعني ما تزعلش مني يعني طب خلاص ده مش عال معلوش ضغطي بقى حينزل يعمل لا اصلا اول حاجة اول حاجة هيقول لك ايه يعني اول حاجة لو اتغلب هيقول لك ايه ما دي صلح عديني هيقول لك انا انا مخترتش اللعيبة دي وانا جيت في نص اللعيبة دي نقصة بدني هو مش قبل قبل بس هيطلع لك هيطلع لك اي حاجة بما انت متعرف الناس دي كلها بتعرف تعمل مع كل حاجة هيقول لك انا مخترتش اللعيبة دي اللعيبة دي وقع بدني اللعيبة دي عندها مشاكل عنده كسور عنده إصابات عند الكلام ده كله فهرتكلم الرجل هو اه معلوش لوت معلوش لوت بس هو مطالب ببطولة فالموضوع برج الصلاح زي ما بننكلم اه فديها تفرم معا بشكل كبير التاني حاجة كمان هيبقى عليه ضغوط اه او ما تحطش تحت الجمهرية كبيرة او بيلعب هنا في الدورة المصري او بيلعب في اللعبة اللي موجودة او ما حطش كمية الجمهر دي كلها لما يروح للسادي لسا ما شافش بقى اه ضغوط دي كلها ما شافش بقى اه دينا دي ازاي يعني تقصد تقول ان كولر اه هو تحط في صدمات دي كتير فالموضوع بالنسبة لي مختلف فهو هو منكلم على الرجل التاني يبقى لسا 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 الدراسة بتاعته او على الارض الواقع غير ما يشوف يعني ما يكون لعيب هو رجل كولر عارف لعيب تنادي زمانك واحد واحد حافظهم فالرجل التاني مش عارف لعيب تنادي اهل ما شافهمش على الطبيعة او ما شافهمش حتى لتفرج على الفيديو ما يعرفش على الارض الواقع فيه ايه بالزبط وتاني حاجة اللعيبة اللي عندي عارف فيه لعيبة بتاع مطش القمة وانجوم موجودين في المطش دوت وفيه لعيبة بتخاف فانت خلي بالك ممكن اكون حطت الرجل الصغير دوت اللي انا عندي ثقة فيه يوم مطش ايه خزلك يعني تتكلم مختلف مختلف طبيعي الدغوطات يا اسلام مش اي العيب يلعب اهل وزمالك الدغوطات مؤسرة بشكل كبير جدا من ناحية الجماهير حتى الصغيرين شباب طبعا انت خلي بالك حتى لو صاعد صاعد من الهبالك او من الاهلي حسب بقى اختلاف هنا لازم تتكلم عليه لو انا صاعد والحالة الفنية موجودة اللعيبة اللي انا بلعب معها مميزة وصلنا للتوف فورم في اعلى حاجة اللعيبة كبيرة هتشلني الموضوع سهل بالنسبالي العيبة كبيرة تشلني هو مين اللي بيشل مين لا ما انا بقولك انا بقولك حسب لو انا من الاحية الناد الاهلي الدنيا فائقة والناد العيبة ماشي كويس فالطبيعة تلقتي مع الجيل دوت الدنيا هتبقى سهلة من نسبالي والحالة العامة باخد بطولات فعند السيقة خلاص او هم عندهم سيقة حتى لو انا غلط هم جنبي هشلوني الناحية كنا بنتكلم اللي هم عندهم مشيل مين لا هم عندهم لا اخدي بنفسك بنفسك هناك الاجواء والاجواء الفنية عندهم مختلفة جدا الادارية عندهم مشاكل عندهم حاجات عندهم لعيقافات عندهم الحاجات دي كلها فاللعيبة هناك بعندهم ضغوطات بشكل كبير فما عندهش بديل حتى كوف بتتكلم على اللي هيرجح بردك الكفة دي بردك الاحتياط اللي عندك زي ما تلك اللي سكوات بتاع الناد الالي مميز جدا حتى لعيبة المؤثرة بتتكلم على عبدالد رمبرح كان ممكن في أي وقت خلصناك اللقاء بتتكلم على طهر محمد طهر كان أساسي وقعد احتياط الفترة دي يقدر يخلصها بتتكلم على محمد شريف بتتكلم على عامل السليل لما يرجع بتتكلم على محمود متولي أنا عايز أقول لك على حاجة بردك احصائية بردك ترجع لمرسل لكولر احنا بنتكلم خطة فعل نادل أهل الإسلام جاب 6 أهداف لو جري بتتكلم على الاتنين المساكين أنا بتكلم على محمد عبد المنع بجاب خمسة بتتكلم على محمود متولي جاب واحد ست أهداف فأنت بتتكلم من دليل على الراجل بترى يشتغل على الحتة الدفاعية أو التخصصي بشكل كويس بترى يشتغل على الحتة التمركز الدفاعي أو التمركز الهجومي للعيبة دي مكنناس منشوف كمية الأهداف دي بجواب بشكل كبير التمركز الهجومي للمدافعيين والدفاعي بيتحرك إزاي ودلي على كده لناد الأهلي ما جالوش يعني أهداف فيه مؤسرة بكرة عارطية فدي كلها ده الشغل للراجل اللي بنتكلم عليه فأنا شايف الفترة الفاتت لناد الأهلي الأداء مميز جدا التمركز الدفاع اللي جانا نتكلم عليه مبارح كان مؤسر جدا لإيدانة الأداء مبارح عموما لو حبت تقول رسالة أخيرة بقى لجمهوري الند الأهلي ولي العيب تندي الأهلي والجهاز الفني في ظل أن أنت عندك شهر يعني احتمالية أن أنت تبقى عندك 3-4 بطولات في خلال الشهر القادم لا طبعا الضغوط اللي عليهم الكلام ده كله لا رسالة طبعا لعيب تندي الأهلي هم أكيد أكيد شرفونا الفترة الفاتت بتنتمنى إن شاء الله اللي هم زي ما كاملوا الفترة فاتت بالبطولات والأرقام المهيزة نقدر الفترة اللي جاية إن شاء الله نأخذ البطولة الأفريقية تأخذ السوبر أهم حاجة السوبر دلوقات تأخذ بطولة أفريقية الناس كلها في ظهركوا إن إحنا أسعدتونا ونتمنى إن شاء الله الفترة جاية تسعدونا كمان وكمان الرسالة الثانية لجمهير ناد الأهلي خليكم جوارر ناد الأهلي ناد الأهلي الكيان الكبير الحاجة الجميلة اللي إحنا طول عمرنا بنحبها على طول خليكم في ظهر الكيان خليكم اللي بتسمحوش لاي حد يعمل وقيع او او اي حد يحاول يخلي يبعدكم عن تشجيع نديكم واندري على كده لكل الفشل اللي بيحربوكو او كل الفشل اللي هم عايزين يبعدوكو عن الناد الاهلي ضد الناد الاهلي فأنا نتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية تكون مصدر السعادة وهتفضل مصدر السعادة والالهام للناد الاهلي طبعا كلامك محترم جدا وكلام جميل جدا من النجم الكبير كابتن ابو مسلم لانه عاصر كل هذه الامور انا بشكرك جدا ابو مسلم على وجودك معنا شكرا جزيلا ومبسوط للمعاقنات ندينا طبعا نتمنى كنت في الفترة اللي جاية شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد ابو مسلم هنطلع فاصل وبعد الفاصل الاستاذ جمال الزهري والاستاذ محمود صبري في ضيافة البيت الكبير